اشتركوا في القناة ونعرف ازاي نتعامل معاه ونعرف لو في حاجة معمولة ليه اصلا على القناة ولا لأ طب ولو ما فيش هتتعامل امتى وهنمشي على كل حاجة فان شاء الله فيديو يكون مفيد لكم جدا جدا طيب في البداية خالص انت ازاي توصل للدروس بتاع التالت اعدادي علشان طبعا في عندنا على القناة حوالي ربعمية وسبعتاشر فيديو او حاجة زي كده طبعا عدد فيديوهات كتير جدا فازاي ان انت بقى طبعا مش هسيبها كده يعني سايحة على بعضها فمنتبها لك ترتيبة حلوة جدا تعال اما نشوفها وتشوف ازاي تقدر توصلها بأسر عوقت ممكن زي ما انت شايف دي القناة بتاعتنا يعني انت طبعا بما انك بتتفرج علينا على الفيديو تقدر بمنتهى السهولة تدوس على الاسم بتاع القناة وتقدر توصل للصفحة اللي قدامي دي طيب لو انت من الموبايل هيبقى برضو نفس الحاجة ولكن طبعا ايه يعني الصورة بقى بتاعت الموبايل ايه اللي انت تعمله بعد الوقتي هيظهر لك الشكل ده زي ما انت شايف كده كل اللي انت هتعمله هتنزل بالمؤشر بتاعك شوية كده هتلاقي هنا دروس وفيديوهات برا المنهج دي حاجات مش مرتبطة بمنهج معين يعني لكل الناس يعني هنا مثلا سلسلة ترجمة ان شاء الله لما تكونوا في سنوي بإذن الله هتنفعكم وهنا مثلا كصص يعني كصص باللغة الانجليزية وهكذا فدي حاجات ايه عامة طيب بعد كده بعد كده هنلاقي بقى تانية سنوي ملنش دعو بيها أولى سنوي ان شاء الله ليكم بقى السنة الجاية ودي هي تلتة اعدادي تلتة اعدادي هندوس عليها هنا كده على الكلمة بتاعتها نفسها ملنش دعو بالقواين بقى دي هندوس على الكلمة نفسها فلما ندوس عليها هيوصلنا لكل المناهج اللي احنا بنقدمها في تلتة اعدادي زي ما انت شايفين هنا الانجليزي ترمي الاول والدرسات ترمي الاول والعلوم الترم الأول والحمد لله إحنا خلصنا المنهج فيه التلات مواد طيب بعد كده هتلاقي كمان معاهم إن شاء الله الشرح الإنجليزي بتاعة الترم التاني بالكامل موجود يعني هتلاقي قيمة ربعة إن شاء الله أثناء ما أنت بتفرج على الفيديو هتكون بقت موجودة خلاص فهتلاقي القيمة بتاعة اللغة الإنجليزية في الترم التاني بالكامل نصيح تليك تعمل إيه؟ نصيح تليك تفرج على شرح يونت والتاني والتالت تمام؟ ده فيديو فأنت يعني الموضوع مش مرهج بالنسبة لك تفرج على الشرح في يونت وأكتر يعني يونت والتانية والتالت إن شاء الله يعجبك الشرح وأحاول اللي أنت بعد ما تفرج يعني أن أنت تحاولت مثلا لو فيه أسئلة أنا سايبها في الفيديو أن أنت تحلها وعكذا وتشوف هل استفدت ولا لا وهل الشرح ده يغنيك عن الدرس في الترم التاني إن شاء الله ولا لا عندك المنهج بالكامل فاللهو مش هتبقى عندك القلق بقى بتاع إن أنا مثلا ما نزلش فيديوهات ومنزلش شرح فتعتمد علي وبعد كده يعني إن أنا ما كملش معاك لا الشرح بالكامل موجود إن شاء الله أنا هكون معاكم بس في إيه بعد كل تلات يونتات هعمل لكم المراجعة اللي عملناها خلال الترم ده دي كده يعني إزاي توصل للقناة طبعا لو أنت بر للقناة خالص ومش عارف توصل لها بمنتهى البساطة في البحث هنا هتكتب إشرح لي بالعربي هتلاقي القناة إن شاء الله بمنتهى السهولة هي قدامك هتدوس عليها طبعا توصل للقناة بمنتهى السهولة بس كده يلا بقى نرجع للفيديو بتاعنا طيب طبعا إنتو كلكم دلوقتي في الفترة دي عاملين زي يعني صادقنا دوت اللي هو إيه مرعوب والدنيا بايزة مع خلص الناس اللي مش كده الحمد لله إنتو في نعمة من عند رب إنما الناس اللي كده إحنا عايزين نهدى وإن شاء الله إهدى كده معي وتفرج على الفيديو ده وإنت هادي وبإذن الله بعد ما نخلص الفيديو هنشوف الصورة بقى بتاعتك هتبقى عاملة إزاي طيب يلا بينا بقى ندخل ونشوف أول حاجة هنتكلم عن إيه هنتكلم على فيديوهات المراجعة إيه الفيديوهات أصلا اللي إحنا هنعملها للمراجعة طيب أول حاجة إن فيه أساسا مراجعة نزلت بص يا شباب إحنا الترم ده مش هنا بيعني بطريقة مختلفة شوية عن ما عملت مع الناس اللي هما كانوا سبقوكو السنة اللي فاتت إن إحنا ما استنيتش إن أنا أخلص المنهج بقى كل شرح وبعد كده بقى راجع لا إنت هتلاقي بعد كل 3 يونيتات أنا عملت مراجعة المراجعة دي إن شاء الله يعني ممتازة وفيها كل الأفكار اللي ممكن تيجي يعني مراجعة الجرامر مثلا هتلاقي كل أفكار الجرامر ومراجعة مثلا الكصة هتلاقي برضو كل أفكار الكص فأنت دي مراجعات نزلت فأنت دلوقتي أنا مثلا اتأخرت شوية في المراجعة تمام هتعمل إيه اللي إنت هتعمله بقى دي نصيحتي لك يعني أخوك الكبير ان انت شوف الثلاث يونيتات الاول او لو انت مذكرهم كويس خلاص شوف المراجعات بس شوف المراجعات بتاعتهم وابدأ حل ابدأ حل لبقى بعد كده وانت بتتفرج على المراجعة هتلاقيين يمقسمها مثلا يا جماعة الاسئلة اللي بقى حلها دي على يونيت 1 فلاقيت ان مثلا عندك مشكلة فيهم يبقى ترجع تشوف شرح يونيت 1 بقى مرة تانية مثلا شرح الجرامر يعني الجرامر والمواقف بس اكيد مش هتلاقيت بقى الكلمات تانية مش مشكلة يعني تقدر انت تذاكرها بنفسك وهكذا فاحنا نزلنا المراجعات اللي على اول 3 يونيتات وعلى تاني 3 يونيتات تمام فدي تعتمد عليها من دلوقتي لحد ما تنزل المراجعة الجاية يبقى انت عندك دلوقتي ايه تذاكر اول 3 يونيتات كويس جدا بعد كده اتفرج على المراجعات اللي عليهم بعد كده تذاكر من يونيت 4 لينيت 6 كويس جدا وتشوف المراجعات اللي عليهم بعد كده تذاكر من 7 ل9 طب وبعدين يا مستر هتلاقيني اصلا بقى كنت منزلت يعني كنت خلاص نزلت ليكم المراجعة التالتة يبقى احنا الحاجة الجاي هتكون مراجعة تشابتر سري ان شاء الله في بلاك بيوتي احنا راجعنا تشابتر ون وتشابتر تو شفنا يعني الاسئلة اللي ممكن تيجي فيهم هنشوف كمان مراجعة لتشابتر سري هل ممكن يكون في فيديو تاني او يعني فيديو غير تشابتر سري للكصة كاملة بقى اسئلة على الكصة بالكامل يعني ممكن وممكن لا على حسب ما هشوف هل في افكار قابلتني في الامتحانات ما جاتش في المراجعات ولا لا ولكن انا قادر الامكان لما باجي اعمل المراجعة بحاولة لم كل الافكار يعني في المراجعة عشان تكون حاجة تقدر ان انت ترجع له بعد كده هينزل مراجعة جرامر يونت 7 و8 و9 ودي هتكون مهمة جدا 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 لان الجرامر بتاع التلات يونتات دول مهم فاحنا ان شاء الله هنرجع عليهم اختيارات وهنرجع عليهم ريرايت فهتشوف كل الافكار في المراجعة دي باذن الله يبقى انت عندك من اول يونت 1 لحد يونت 9 تقدر ان انت تذكرهم عندك مراجعات على اول 3 يونتات وعلى تاني 3 يونتات تقدر ان انت تذكرهم بعد كده تعالى اقول لي يا مستر فين المراجعة بتاعت ايه بتاعت يونت 7 و8 و9 تمام اصلا هتلاقيها موجودة باذن الله طيب ايه اللي هنعمله بعد كده بعد كده هنعمل فيديو للمواقف كلها هجمع ان شاء الله كل الافكار اللي ممكن تكون موجودة في المنهج بتاعكم اللي ممكن يجي عليها اللي ممكن يجي عليها يعني اسئلة وان شاء الله ألمها في فيديو واحد وننزلها ليكم اخر حاجة هتكون معنا حل امتحانات كتاب المدرسة هنحقل كل امتحانات كتاب المدرسة بحيث ان هو يعني بيعتمدوا عليه بشكل كبير السنة اللي فاتت الحمد لله يعني حلناهم مع الطلبة اللي هم دلوتي في قولة سنوي والحمد لله في معظم المحافظات اللي امتحانات كانت بتيجي بالكلمة في من من امتحانات كتاب المدرسة اللي احنا حلناها بإذن الله فاعتمدوا برضو عليها وان شاء الله برضو هنزل لكم فيديو نشرح يعني مش هنحلها وخلاص خد الحل لهو لا هنشرح كل حاجة وكمان نشرح طب لو غير ديت هيعمل ايه وهكسب فدي الفيديوهات اللي هنت هتنزل في المراكعة ودي الفيديوهات اللي هتقدر تحتمد عليها في الفترة الجاية نقص لك حوالي يعني ثلاث أسابيع على امتحان الانجليزي فياريت ان انت تنفذ الكلام اللي بقوله ده بقى وتبطل يعني خلاص كسل طيب نبدأ بقى يعني نشوف كل سؤال سيما انت شايفين كده الولد والبنت دول فهو طبعا بيكلمها وهي بتكلمه وكده فدي معانا سؤال المحادسة سؤال المحادسة اللي اعتبر يعني بوعبع لناس كتير جدا برضو انا نزلت ليكم فيديو لسؤال المحادسة الناس اللي شفته اتمنى يكون انه هو افادهم والناس اللي ما شفتوش ياريت انه هم يشفوه على فكرة المحادسة انا نزلت ليها فيديوهين في فيديو السنة اللي فتت برضو نزل في فيديو السنة دي تعالوا ما نشوف كده الفيديو اللي موجود ده هنلاقيه ازاي رجعنا تاني للقناة بتاعيتنا هي تعالوا بقى اما نشوف كده هنجيب الفيديو الخاص بالاسئلة عمتا اللي انا هتكلم عليها انا هقوله لكم بقى دلوقتي كلهم يعني تلاقوهم فين كلهم على بعضهم علشان ما نفضلش نرجع للقناة كل شوي هتنزل الدروس والفيديوهات اللي برا المنهج هتدوس بس على السهم ده كده بحيث ان انت تيجي لالاربع فيديوهات الاخيرة دي او الاربع قوائم الاخيرة هتيجي على القوائمة دي شرح ازاي تقفل اي امتحان انجليز ان شاء الله هتدوس عليها تمام هتلاقي بعض الفيديوهات الفيديو اللي انا عايزك تشوفه هو الفيديو ده ازاي تحل اي محادثة قبلك المرحلة الادادية والسنوية ده فيديو مهم جدا 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 وفيه انا قايل على بعض الحاجات اللي انت يعني لازم تعملها عشان تكون كويس في سؤال المحادث اتفرج على الفيديو ده وان شاء الله هيساعدك في سؤال المحادثة بشكل كبير طيب انت حبيت بقى تزود نفسك وحبيت ان انت انا حلل في الفيديو ده حلل امثلة يعني حلت محادثات في الفيديو طيب انت عايز بقى محادثات اكتر هتلاقي الفيديو رقم 3 الفيديو رقم 3 في الاول برضو طبعا في جزء المواقف هتفوته انت بقى لان ده ان شاء الله هتحتاجه في الترمي التاني دي مراجعة من مراجعة الترمي التاني فهتفوت جزء المواقف وتدخل على جزء المحادث هتلاقي برضو في الاول بعض التعليمات وبعد كده بحل ست محادثات معاك فهتشوف برضو التدريب يكون تدريب عملي بالنسبالك لما نيجي ان شاء الله لسؤال البراجراف ادي سؤال البراجراف هاهم ده الفيديو بتاعه فهتلاقيه برضو في نفس القائمة وسؤال القطعة ادي الفيديو بتاعه فبردو في نفس القائمة يبقى القائمة هي عارفنا بقى ازاي نوصل لها يلا بينا نكمل في الفيديو بتاعنا يبقى كده احنا قلنا ان فيديو المحادثة نزل وشوفنا ازاي نجيبه طيب هل كده خلاص الموضوع انتها اكيد لقى ان شاء الله كمان هنتدرب عليه فين بقى في الامتحانات اللي موجودة في كتاب المدرسة احنا عندنا امتحانات في كتاب المدرسة هنحلها وطبعا فيها سؤال المحادثة فهنحل كل المحادثات اللي تقابلنا ونتدرب على اللي تعلمناه في الفيديو اللي شفناه بتاع المحادثة تفقنا يا شباب فدي الحاجات اللي احنا نعملها بالنسبة لسؤال المحادثة يبقى انت اللي عليك في سؤال المحادثة اتفرج على الفيديو اللي انا ورته لك بس كده وانتظر الامتحانات ان شاء الله وطبعا اتضرب انت بقى بايدك اللي بايدك كتير ونفذ الكلام اللي انا قلته في فيديو المحادثة وبإذن الله الموضوع هيكون كويس السؤال التاني سؤال الموقف اتفقنا بقى ان انا هعمل كل الافكار اللي موجودة في المنهج بتاعكم ان شاء الله هجيبها وهعملها في فيديو واحد وكمان طبعا يعني برضو مهما كان ممكن يجيب لك فكرة غريبة يعني ممكن تجيلك فكرة غريبة فان شاء الله برضو هعلمك ازاي تتعامل مع اي يعني اي فكرة سؤال مواقف تجيلك ازاي تتعامل معها بطريقة سهلة جدا 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 محتاجة بس تشغيل دماغ كده والدنيا هتبقى سهلة خالص تقدر تحل بيها اي سؤال مواقف يقابلك فالفيديو ده بإذن الله هيكون مهم جدا بس هيجي بقى بالترتيب زي ما قلتلكم كده في بداية الحلقة بعد كده طبعا هنتدرب بقى على المواقف برضو في امتحانات كتاب المدرسة السؤال اللي بعد كده ده سؤال الكتعة وزاي ما انت شايفين كده ده بالنسبة لي احلى سؤال اسهل سؤال ممكن تحله لحد مثلا تانية سنوي ممكن تالت الموضوع بيكون يعني بدأ يبقى صعب بشوية بس برضو مش قوي بس فعلا اسأل سؤال في الامتحان سؤال الكتعة لانه هو بيديك اصلا الحاجة يعني مثلا انا لما اجي اسألك على حاجة مش قدامك فانت الموضوع هيبقى صعب انما انا بسألك اسئلة على حاجة اصلا قدامك حاجة اساسا قدامك فانت ممكن تقرأ السؤال وتبص في الكتعة وهكذا فالموضوع بتاع سؤال الكتعة ده سهلي جدا وبردو شوف الحاجات اللي انا شوف الفيديو اللي انا قلتلك عليه في القايمة باذن الله هينفعك جدا جدا وفي يعني طالبة زمالكم من اللي هما كانوا السنة اللي فاتت في سنة ثالثة الحمد لله الفيديو فرق معاهم وقدروا انه هما كان عندهم مسأل مشكلة في سؤال الكتعة خلاص المشكلة تحلت بعد كده هنتضرب عليه بقى ونحل كل الكتعة اللي موجودة ونشوف الكلام اللي انا قلته في الفيديو اللي انا قلتلك عليه في القايمة اللي شوفناها من شوية هنشوف الكلام اللي قلته فيه هل يعني بنلاقيه فعلا في الحقيقة كده قدامنا في الامتحان ولا مش هنلاقيه بعد كده سؤال بلاك بيوتي سؤال القصة القصة طبعا احنا نزلنا ليها فيديوهات الشرح كان كل شابتر بينزل ليه اربع فيديوهات الفيديو بيكون من 10-15 ديئة الشرح بيكون موقف واحد بس بيكون موقف واحد بس صغير كده وبيكون اسئلة على الموقف ده يعني بكل الاشكال كل سؤال ممكن يجي على الموقف ده بتلاقيه في الفيديو ففيديوهات الشرحة مهمة جدا لو انت شفتها قبل كده وشفت الاسئلة بتاعتها فخلاص مش هتشوفها تاني طيب لو انت مشفتها اتمنى انت تشوفها هيه مش تاخد منك وقت يعني انت ممكن تخلص كل شابتر في ساعة فقل من ساعة كمان بعد كده طبعا التلات مراجعات المراجعتين اللي نزلوا والمراجعة التالتة ان شاء الله اللي هتنزل لكم تلات مراجعات مهمين جدا 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 بترقى رهيبة والكصة برضو كصة بلاك بيتي سهلة جدا فياريت ما تضيعش فيها درجات ياريت ما تضيعش فيها درجات وحاول تعمل الكلام اللي انا قلته ده وبإذن الله مش هتطيعني مش تطلع من الامتحان او من سؤال الكصة الا انت اواخد الدرجات بتاعتك كاملة طبعا بعد كده هنتضرب عليها برضو فيه امتحانات كتاب المدرسة بعد كده نيجي بقى لسؤال الاختيارات سؤال الاختيارات عبارة عن ايه؟ سؤال الاختيارات عبارة عن تلاتة كلمات وتلاتة جرامر الكلمات يعتبر مجهودة عليك شوي يعني انا شرحت الكلمات خلاص في اليونيتات شرحت مثلا القواعد اللي هي على الكلمات شرحت كل الحاجات ديت في اليونيت نفسها فانت لو عندك حاجة واقعة منها تقدر ترجع للشرح يعني انت ما بتاخدش درس اللي هو الدرس مثلا الدرس خلاص الحصة تشرحت وخلاص مش تقدر ترجع لها تاني لا ده فيديو تقدر ترجع له في اي وقت انت عايزه طيب بالنسبة للجرامر يبقى انت فانك كلمات مجهودة الاكبر عليك انت بالنسبة للجرامر الجرامر زي ما قلتلك هتتفرج على المراجعات اللي هي بعد كل تلاتة يونيتات اثناء المراجعة انت بتحل معايا اثناء المراجعة انا مثلا بنزل السؤال قبل ما انا جاوب انت المفروض توقف وتحل لقيت اجابتك زي يبقى انت ماشي تمام طب لقيت الاجابة مش زي يبقى انت في مشكلة هتبقى عارف المشكلة دي في يونيت كام فترجع تاني لليونيت نفسها وتشوف الشرح بتاع الجرامر وترجع بعد كده تكمل بقى المراجعة وتكمل بعد كده مثلا في الكتاب بتاعك فده بالنسبة لسؤال الاختيارات وطبعا هنتدرب برضو عليه ونشوف كل الافكار اللي موجودة في كتاب المدرسة بعد كده بعد كده سؤال سؤال ريرايت سؤال يعني احنا اضربنا عليه كتير جدا اثناء الترم سواء في فيديوهات الشرح اضربنا عليه كتير وكمان يعني في المراجعات يعني بجد يعني المراجعة الاولى والتانية ممتازين فياريت ان انتو تهتموا بيهم لان ان شاء الله يعني بنسبة 99% باذن الله باذن الله مش هيخرج من مش هيجي فكرة برا المراجعتين باذن الله والفترة الجاية لو انا لقيت اي فكرة ما كانتش موجودة فيهم ان شاء الله هضمها للمراجعات فاحنا طبعا شرحنا في اليونيتات وشرحنا في المراجعات وكمان هنتدرب ونشوف امتحانات الكتاب بتاع المدرسة هنشوف هل الافكار اللي قلناها هي هي ولا في حاجات جديدة طيب بعد كده بعد كده نيجي على سؤال البراجراف سؤال البراجراف ليه فيديو نزل ليه فيديو نزل موجود والفيديو الحمد لله كويس ويعني عجب الناس اللي شافته فبإذن الله برضو يعجبكم وبإذن الله يساعدكم تفرجوا عليه طبعا في القائمة اللي انا قلتلك عليها اللي هي الدروس برا المنهج وبعد كده هنتدرب برضو اكيد مش على كل البراجرافات اللي في كتاب المدرسة ولكن هنحل واحد او اثنين مع بعض بس كده نكون خلصنا وكده تكون اتحولت من الشخص اللي هو كان مرعوب وخايف ان شاء الله تنفذ الحاجات اللي قلناها في الفيديو بإذن الله تكون مبسوط زي الولد اللي قدامنا ده شدي حيلك كده خلاص هانت فياريت ما تكسلش اه يعني فيه وقت مش كتير تمام بس في نفس الوقت مش قليل يعني الوقت اللي باقي لو انت مأثر تقدر لو انت التزمت بقى الفترة جايب بإذن الله تقدر الموضوع يفرق معك حاول ان انت يعني تعمل اقصى مجودة عندك لان في الامتحانات هتقول ياريت يدوني يوم زيادة فانت عندك الايام الزيادة هي ياريت ان انت تستغل لها قدر الامكان شوفكم على خير ان شاء الله في المراجعات الجاي اتمنى الفيديو يكون افادكم ويكون يعني نور لك كده حاجة ان انت تقدر تشوف المراجعات ازاي وتقدر ان ان انت تنظم نفسك ازاي شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا